دي الكاسات زي ما اتفقنا ده هي اللي هي ماركة كولومبية تلاقى اشكال كتير جدا من اكل يوم بتلاقي بعمل عصير في اشكال كتير جدا من الكوبات خلانا نعمل شوية عصير كده حلوين اوي وطعم مختلف تماما تمام حطي هنا اول حاجة عندي حليب تمام اس كريم كرامين اس كريم كرامين موز من البيض ده روحين تبقى موز اطعوا عندهم كعبات في معضلة كده في العصير تخلي بالك منها عشان تزبط معاك اي عصير انت بتعمليه لما تجي تعملي مثلا حاجة ما تزوديش من الحاجة يعني حاجة معينة ما تزوديش او منها تشوف ايه الهيرو لو انت عائزت يعني تصغريه اكتر وتزودي فانا عامل ميكس لكن فيه ناس بتعمل موز بلبن فتقوم حط موز قليل ولبن كتير فتلا تشربه في الاخ تحس تشربه لبن نفس الكلام انه مقول بالنعناع باللبن تزود لبن والنعناع ففي معادلة كده في العصير عشان كده العصير عفكة ده نفس صدقوني والله نفس عاملة زي الاكل كده بالزبط لازم تتزبط عشان تطلع معايا مزبوطة حط عندي شوية قرفة صغيرين سنة فانيليا صغيرة جدا جدا يعني لا توصف يعني حاجة بسيطة وبعد كده نقوم واخدين عندنا التلك وبعد كده باشا شوية سوس كراميل عليها من هنا عشان ما فيهاش سكر خلي بالك الناس كده مش محتاجة سكر ولا محتاجة اي حاجة سوس كراميل لان عزق تاني ونبدأ نضرب على الكلام ده كله مع شوية مية صغيرين السلام عليكم هنا انت رجل ورجال وقليل يا الحمد ابراهيم شوية سوداني من فوق من هنا سوية سوداني مجرشين اشرب العصير ده والرأيك وان شاء الله تدعيننا بإذن الله يعني اهو قدام حديث كده اهو وتمام التمام ونقدمهم بالهنة والشفا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة